ونستمر هذه الليلة بمتابعة موجة الحراك الشعبي في إيران الذي يتوسع ويتسع زخمه ليصل مدنا صغيرة أخرى نائية وذلك رغم تأكيد الإعلام الرسمي الإيراني أن الأمور تعود إلى الهدوء عدد القتلى من المحتاجين في ارتفاع هالة القدسية التي تحيط بصور ملالي طهران وعلى رأسهم مرشد الجمهورية علي خامنئي وبقية رموز النظام تسقط تحت أقدام المتظاهرين وضع أربك القيادة الإيرانية التي تهدد برد شديد متهمة المتظاهرين بالعمالة للخارج بينما اتهم ممثل خامنئي واشنطن صراحة بأنها تحرك المظاهرات وضع يهدد بالانفجار دفع دولا أوروبية إلى إصدار بيانات تحذير وجولة تعرب عن القلق من استخدام القوة وتدعو إلى ضبط النفس واحترام حقوق المتظاهرين بينما وصفت الولايات المتحدة النظام الإيراني بالفاسد وقال رئيسها أنه حان وقت التغيير فيها أعداء ومتأمرون يهدفون لإثارة المشاكل للنظام في البلاد كلمات مكررة وجاهزة للاستخدام هي التعليق الأول من المرشد الإيراني علي خامنئي على موجة الاحتجاجات التي تعم البلاد نطق المرشد بعد أسبوع من الصمت وتجاهل الغليان الذي يسري من مدينة إيرانية لأخرى أسبوع سقطت فيه صورته وتردد اسمه بما لا يمكن أن تصدقه أذنه الموت للديكتاتور لم يتوقف المرشد عند أسباب سخط شعبه لم يستمع لمطالبهم ولم يراجع نفسه وكيف له أن يراجع وهو شبه معصوم وما بين هتاف الموت للديكتاتور ووعيد الموت للمتظاهرين يتأرجح مصير إيران بين صراع إرادتين إرادة شعبية يأست من الشعارات مقابل نخبة تتحكم في كل الموارد لم تفلح تحذيرات الرئيس حسن روحاني المبطنة واللينا في وقف موجات تدفق المحتجين إلى شوارع المدن الإيرانية فتحدث كبيرهم ولم يخرج عن كيل الاتهامات لجأت السلطة إلى الوعيد بمصير قاس ينتظر المتظاهرين رئيس المحكمة الثورية في طهران لوح بعقوبة الإعدام للمحتجين المعتقلين تهديد يطال المئات ممن تم اعتقالهم منذ اندلاع الاحتجاجات مظاهرات ومسيرات بدأت بمطالب اقتصادية بسيطة وفي نطاق جغرافي محدود ثم ارتفع سقف مطالبها وزادت رقعة انتشارها تجاوزت المطالب حد الإصلاحات البسيطة إلى كسر ما اعتبره قادة طهران مقدسات لعقود وعلى الأرض اتسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى عشرات المدن الإيرانية رغم محاولات الأمن لقمعها وفضلا عن الرموز والمقدسات استهدف متظاهرون بنية النظام من مراكز للشرطة ومقار حكومية وحتى قواعد عسكرية مظاهر احتجاج تجعل شتاء ايران مختلفا هذه المرة وينذر بأن النار التي اشعلتها بتدخلاتها الهدامة في الخارج انتقلت لداخل الدار يبدو اذا ان الحراك الشعبي الذي تشهده ايران ضد سياسات حكامها يتصاعد وينتشر المزيد حول هذا الموضوع معك يوسف اذا اليوم دخل المرشد الاعلى على خط هذه التحركات الشعبية وهناك تصريح خطير من الجهة قضائية تقول ان المحتجين قد يتعرضون لعقوبة الاعدام وفي اجتماع ايضا امني عقد ايضا وربما يكون الان هناك قرار بوعد هذه المظاهرات بالقمع بشدة بشكل قوي جدا نريد ان نذكر فقط خلال الاسبوع الماضي ما الذي حدث كيف تطورت هذه الامور و الى اين تذهب هذه لدينا هنا خريطة ايران جغرافية النقاط الحمراء هي المدن التي ظهرت فيها حتى الان المظاهرات وانتشرت فيها المظاهرات البداية كما نذكر قبل يوم الثامن والعشرين كان فيه نقطة مهمة وهي احتجاجات بدأت من اصفهان في بعض المناطق هناك كان فيه مشكلة واحتجاجات على اغلاق مصانع وتسريح سبع وثلاثين الف عامل انتقلت بعد ذلك الى مشهد وهنا بدأ العالم يتابع ما الذي يحدث في مشهد و اصفهان ومشهد تحديدا اكثر المدن الذين سقط فيهم عدد من القتلى في هذه الاحتجاجات بعد ذلك كان من الملاحظ ان وصلت المظاهرات الى قم وهي مركز ديني مهم ثم كرمن شاه طبعا هنا نتحدث عن مناطق ذات اغلبية كردية ثم شاهدنا المظاهرات يوم الجمعة في طهران وفي جامعة طهران هناك امام الجامعة وبعض الاحياء وحتى في المحيط محيط طهران لدينا في كارج ورشد في الجنوب ايضا هناك كان مظاهرات في بندر عباس ايضا في منطقة الجنوب ولدينا ايضا في همدان في الشمال هنا المهم في تبريز التي ايضا امتدت اليها المظاهرات في اقصى الشمال هنا انها منطقة ايضا هنا ذات غالبية اذربيجانية تركية ذات اصول اذربيجانية تركية في تبريز هناك وشراز دخلت على محطة المشاركة في المظاهرات اليوم كل يوم يزداد عدد المدن في تكرار في نفس المدن في توسع وانتشار تقريبا كل ايران شهدت مظاهرات مهمة حتى المناطق التي اعتدنا على انه كان فيها مظاهرات مثل احواز هنا مثلا ايضا صار فيها يعني مظاهرات وبالتالي النطاق يتسع لكن لا يوجد قيادة توجه في اتفاق عندما تم قطع الانترنت اتفق الجميع على الخروج الى الشارع في الساعة السادسة مساء لذلك نجد انه معظم المظاهرات ليلية يعني طبعا يتسطرون احيانا بالظلام لانه اذا تم اعتقالهم كما قلت انت مهند مهددون بالاعدام عدم وجود قيادة البعض يعتبر ان هذه قد تكون نقطة ايجابية لصالح الحراك لانه وجود قيادة معروفة كما حصل في 2009 تم القضاء تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية اعتقالهم الحد من نشاطهم وبالتالي انتهت حركة الاحتجاج بعد فترة بسيطة البعض يقول الان انه قمع هذه التظاهرات مسألة اصعب بسبب عدم وجود لكن مهند عدم وجود القيادة يصعب مسألة المطالب يعني التفاوض او المطالب وبالتالي يدفع النظام الى عملية قمع دموية ربما وهذا على ما يبدو يعني هذه السياسة الان لانه الان نتحدث عن اكثر من عشرين قتيل حتى الان في هذه الاحتجاج اعتقد ان هناك فعلا خطوات قادمة دعنا نسأل ضيفتنا عن بعض هذه القضايا معنا الان من واشنطن رئيسة التجمع او المتحدثة باسم التجمع الايراني الامريكي شيرين نارمان سيدة شيرين مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار نتحدث عن اليوم السادس من حركة الاحتجاج التي تشهدها مدن عديدة في ايران اليوم دخل المرشد الاعلى على خط هذه الاحتجاجات ليقول كما كان متوقعا بانه ما يجري هو مسألة مدفوعة من الخارج هناك اعداء لايران يستخدمون المال والاسلحة والسياسة والى اخره هل هذا موقف يعني تدخل المرشد الاعلى في هذه المرحلة هل يدل على شيء معين فيما يتعلق بخطورة هذه التحركات اولا شكرا على استضافة وعطاء هذه الفرصة لأكون معكم على شاشتكم من خلال المنظمة التي امثلها ثانيا الذي يحدث في ايران هو شيء حدث منذ 1981 هذه الاحتجاجات والمظاهرات لم تتوقف منذ ذلك الوقت لكن هذه المرة نطاق انتشارها متسع والان هناك نحو اربعين مدينة تحدث فيها هذه المظاهرات وخروج خامناء بالتصريح يظهر مستوى خطورة هذه المظاهرات وما يجري في ايران الناس الناس طفح بهم الكيل بهذا النظام ونحن نسمع الرسائل التي يرسلونها يقولون انه ليس هناك سقور ولا معتدلون طفح بنا الكيل هذا ما يقوله المتظاهرون الناس بوضوح يرسلون رسالة بتغيير النظام هم يقولون الموت لخامناء وهذا يعني انهم لا يريدون هذا النظام كان هذا قد ردد في السابق لكن الان الناس لا يخافون ولا يخشون اي شيء هم خرجوا الى الشوارع وينشدون هذه الشعارات ضد خامناء الذي يمثل الصقور وروحاني الذي يمثل المعتدلين وهذا يظهر مستوى شدة الانتفاضة التي نشهدها في ايران حاليا وبطبيعة الحال هذا يظهر ان النظام اصبح يخاف ويخش ما يحدث خامناء نفسه بعد ستة ايام من نشوب هذه المظاهرات وبعد ان كان صامتا طوال هذه الايام الستة بدأ يتحدث وبطبيعة الحال هناك قمع لهذه المظاهرات وهناك تهديد بالاعدام وهذا شيء حدث في السابق خلال ثمانية وتلاتين عاما طيب اريد ان اسأل هنا سؤال هذه الانتفاضة هذه المظاهرات شعبية بشكل كامل ما هو موقف بعض المؤسسات يعني عندها الحديث عن اسقاط النظام يعني النظام له انياب عنده آلة عسكرية قامعة شهدنا ما الذي حدث في سوريا ليس سهلا لكن المؤسسات هل في اي تجاوب من قبل اي مؤسسة او احزاب مع هؤلاء الذين يخرجون في الشوارع هل وصل صوتهم الى مؤسسات ومسؤولين ايرانيين غير المرشد وروحاني الذي استمعنا اليهما دعونا نركز على شيء اخر الرسالة الابرز هي تغيير النظام في ايران الشيء الاخر هو ان هذا الامر قابل للتحقيق ويمكن ان يحقق وثالث شيء هو هناك معارضة في ايران هناك المجلس الوطني للمقاومة والذي يقاد من قبل ماريام راجو وهو معارضة منظمة خارج ايران وداخل ايران وهو يناضل ضد النظام الايراني الرسالة واضحة جدا الناس طفح بهم الكيل من هذا النظام ويريدون تغييرها اعتقد انه علينا التركيز اولا على ارادة الشعب الايراني وهو تغيير النظام من جهة اخرى مع استمرار هذه المظاهرات ستظهر الامور وتتضح اكثر وهذا الامر ان تنتشر هذه المظاهرات في اكثر من اربعين مدينة هذا يعني ان رقعتها متسعة جدا والناس يقولون بعضهم البعض ويخبرون بعضهم البعض بهذه المظاهرة دور ونحن الان الان اصبح يدركون ان ما يحدث في مدن والقرى والبلدات بجانبهم يعرفون ما يحدث وبالتالي ينقلون ويمررون هذه المعلومات والاخبار حول ما يحدث في هذه المدن والاماكن واعتقد اننا ما نشهد هو ان الناس غاضبون وهم يحرقون الاماكن حيث يوجد الحرس الثوري وحيث توجد مقارهم وسواء المحلية او غيرها هم يحرقون تلك الاماكن وهذه اشياء اصبحت تطفو في تهران واعتقد انه سنشهد اكثر من هذا القيادة ستظهر في رأيي قريبا في صفوف المستداهرين لكن علينا ان نركز عن ما يحدث الان في صفوف المستداهرين دعيني اسألك شيرين عن بعض الرموز والشخصيات الاصلاحية بين قوسين وموقفها مما يجري اليوم في الشارع الايراني لم نسمع شخصيات معروفة كالتي ظهرت في 2009 في خضم الحركة الخضراء عبرت عن اي تعاطف مع ما يجري على العكس محمد خاتمي احد هذه الشخصيات الاصلاحية يعني ادانا مثيري الاضطرابات الذين وصفهم بانهم استغلوا التجمعات والاحتجاجات السلمية لتدمير البمتلكات وكل هذه الامور لماذا لم نشهد اي شخصية اصلاحية او شخصية من الشخصيات التي ايدت الحراك الشعبي في الماضي لم تظهر هذه المرة لتعبر عن تعاطفها لماذا برأيك هذه اشارة في الحقيقة انه ليس هناك اصلاح حقيقي في ايران هناك مظلة واحدة والكل هدف هو ابقاء هذا النظام في مكانه دون تغيير دائما يكون اصراع من يحصل على السلطة في السابق كان هناك اصراع بين خاتم وباقي الاصلاحيين الان هم يطالبون بقمع المتظاهرين والمحتجين ويطالبون بالاعتقال واعدام الاشخاص الذين يجدون في الخارج يحتاجون ويحضرون هذه الاحتجاجات اذا هذا فقط يظهر انه ليس هناك اصلاحيون حقيقيون في ايران كلهم نفس الشيء ولذلك الناس والمحتجون يرفعون شعارات بانه لا سقور ولا حمائم ولا معتدلين الكل في خانة واحدة الكل في ايران اصبح يفهم ويدرك انه ليس هناك فرقا ما بين خاتمي ولا روحاني ولا احمد نجاد وخامناء كلهم في سلة واحدة لا فرق بينهم هذا النظام بنيته الذي يريد ان يواصل بها هي حكم ايران والشعب هم فقط ابرز هذه الرسالة لا يريدون هذا النظام لا يريدون اي ملالي لا يريدون اي معتدلين او سقور لحكم ايران لذلك نحن نرى ونشهد ليس هناك تفاعل وتجاوب كبير من قبل المعتدلين هم يصمتون وحتى عندما يتحدثون يطالبون بالقمع علينا ان لا ننسى ان روحاني نفسه كان هو من قاد صحق الطلبة في 1979 ورحاني نفسه باعتباره ممثلا للمجلس الذي كان يمثله في 1981 كان طلب باعدام الناس الذين كانوا يعارضون النظام في ذلك الوقت علنا طلب بالامر اذا الناس فهموا الدرس روحاني ليس مختلفا عن خامنائهم فقط يلعبون اللعب ويوزعون الأدوار ويظهرون ان هناك فرقا ما بين الطرفين لكن الناس فهموا أنه لا فرق بينهم ولذلك هم يطالبون بتغيير نظام والموت لروحاني وخامنائي وكثيرين سؤال هنا طالما أنك في واشنطن طالما أنك في واشنطن متحدد باسم التجمع الإيراني الأمريكي الرئيس ترامب يقول على تغريداته أننا سندعم الحراكة الشعبي كيف يمكن لأمريكا أن تدعب هذا الحراك الشعبي ما الذي يمكن أن تقدمه أمريكا في ظل وجود مقالات أمريكية في صحف أمريكية تقول أن الأفضل أن يصمت الرئيس ترامب في هذه الأثناء لأنه يساعد النظام الإيراني ربما في بعض تصريحاته على القول بأنه في شيء خارجي ما الملموس ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن إذا كان فعلا الإدارة الأمريكية صادقة في نواياها مرة أخرى هذا أمر آخر لمسناه من اللوبي الإيراني بدأوا يناقشون هذا الأمر من المهم لأمريكا أن تدعم الشعب الإيراني وأن تقف إلى جانب الإيرانيين في 2009 الإدارة السابقة قررت أن تغلق عينيها وتترك هم يفعلون ما يفعلون من قمعين المتظاهرين وحتى في المقابلات والإجراءات التي جرت مع جون كيري ودينيس روس قالوا إنهم فعلوا واخترفوا خطأ في إغلاق عينهم عما كان يحدث في الشوارع الإيرانية في ذلك الوقت من المهم أن تقف أمريكا إلى جانب الإيرانيين الذين يحتجون في الشوارع فهذا سيظهر لنظام الإيراني أنه لا يمكنه موصلة قمع المحتجين والإعدامات والاعتقالات للمعارضين في إيران وهذا يعطي رسالة واضحة وقوية إلى نظام الإيراني بأنهم يتابعون وأنهم يريدون أن يسمع صوت الإيرانيين وأن يكون النظام يمثل الشعب الإيراني حقيقة وأنهم يقفون إلى مطالب الشعب الإيراني أعتقد أن هذا مهم ما يحدث من وضع في إيران مخطر للغاية ويجب أن يكون هناك جهات خارجية مثل أمريكا تدعم الشعب الإيراني مثل حصار إيران معاقبة نظام الإيراني الآن هناك منع للإنترنت في إيران وهناك رقابة كبيرة على الشعب الإيراني تمنع الإيرانيين وتحول دون تمكينهم من مواصلة هذا الحراك هذا سيعطي رسالة النظام الإيراني أن الأمر لا يتعلق بالإدارة السابقة إدارة أوباما حيث يمكنهم فعل ما يشاءون كنظام الولايات المتحدة الآن لن تغلق أعينها لكن ستتدخل ربما شكرا جزيلا لك شيرين نارمان المتحدثة باسم التجمع الإيراني الأمريكي كانت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك